السلام عليكم ازيكم يا حلوين عاملين اي رب اكونوا بخير وبافضل حال بشكر كل فانزاتي ومتابعين الحلوين من كل البلاد على تعليقاتهم الحلوة ولايكاتهم الجميلة والا اول مرة يشوفني يشترك في القناة كده ويحطي لايك حلو لايك جميل ويفعل الجرس بكلمة الكل نسمى الله ونصلى على الرسول ونشوف هنعمل ايه مع بعض انا كنت قاعدة كده ببص بتلاقيتش عندي فيديو نزله فقلت لا انت هتاخد ايه بقى مزعل وحرق الدم وكده وشغلك لا ام يا بيت بقى طلعي النشاط اللي جواكي ببصت كده في التلاجة بقى عندي شوية دقيق وشوية ايه شوية دقيق بس وانت بقى عملت طبق الفطير المسكر ده اللي قدامكم اللي بالعسل وبالشربط وبقى والسكر البودرة وعملت فطرساد عشان يتكلبه بقى جبنة او او مش بقى او اي ايه حاجة تعجبكم فشوفوا الجمال والحلاوة عملت مينو بقى المقرمش طبعا هقولك تطلعي المقرمش ازاي والاضطاري كده يعني مقرمش من برة والاضطاري من جوه كده زي ما انت شايفه ازاي تمام حط بص الليك وتعيني شوفها نعمل ايه مع بعض جبت بقى ايه تلات كوبايات دقيق بكوبايات الشاي العادية اللي هي ديات اي كوبايات شاي عندك تلات كوبايات دقيق انخليهم في طبق وعليهم رشة ملح ومعلقة صغيرة سكر شوف الحد هنا تمام ومعلقة كبيرة سمنة اي سمنة عندك بلدي تانية وتبس بقى معلقة السمنة بالدقيق بايدك كده تبسها اول اللي هو ما صلى على النبي هننزل بالمية حب حبة مية من الحنفية عادية شوف السهولة بقى بشوية مية وشوية دي عملنا بصوا عظمة طبعا العظمة لله هنقض بقى ايه نكب نقال نصوب بالمية حب حبة لحد ما تبقى عجينة متماسكة كده في ايدك حلو الكلام حلو الكلام يا حنونة طبعا الرخامة اللي احنا شغالين عليها دي لازم تبقى طبعا مضيفة وكله ايه تمام طبعا العجينة كده جهزت هنحطها في الطبق ونغطيها كده بكيس تلاجة ينسبها كده ترتاح ايه من ربع ساعة لعشر دقايق وبعد كده بقى هنقورها ثمان كور قد بعض زمانتو شايفين بالشكل ايه اللي قدمكو ده بس طبعا بندهن يعني الصينية اللي بنحط عليها زيت وبندهن ايدينا زيت خفيف واحنا ايه بنكور ونلف بقى كور في حبة الزيت كده اللي في الصينية ونسبها ترتاح برضو ربع ساعة اهم حاجة ترتاح ايه يعني من ربع ساعة لعشر دقايق طبعا هنقطيها بايه بكيس ايه تلاجة انا فتحته كده يعني وغطته بيها طبعا بعد الربع ساعة بنحط مسحة زيت كده الرخامة اللي شغالين عليها وبناخد من اول كورة احنا بدأنا فيها من اول حتة عجين احنا بدأنا فيها عشان تفرد معاك بكل سهولة ونفردها بقى كده خالص لحد ايه من الرخامة تبان من العجينة كده من تحت رقا ايها على قد ما تقدريها ولو تقطعت منك ما فيش مشكلة حبيبة قلبي ايه وبعد كده بقى زمانتو شايفين كده تيجي بقى هم الطرف كده وترح رحيها عشان ايه تدخل فيها الهواهية مش مشاء الله كانت جميلة جدا ايه وبعد كده بقى تطويها من جنبين من جنب ده وتجيب الجنب التانية عليه وبعد كده بقى زمانتو شايفين بالشكل ده وتحط في الطبق او في الصينية بس طبعا تبقى عارف اول واحدة بدأت بيها يعني بالترتيب كده عشان في كل مرة بنبدأ باول واحدة وبعد كده التانية وهكذا طبعا انا قلت اعمل معاك واحدة كمان عشان ايه ايه يعني اللي ما ما تبقاش يعني من اول مرة بعد ما تفريديها خلص كده وتبقى شفافة تجيبها من بره وترفعها كده وترح رحيها تاخد وتصد معاك ايه زي الملبن لو وصلت معايا لحد هنا بقى اي حبيب تحطي ليك حلو كده ليك جميل طبعا انا كنت قاعدة بقى مكسلة كده وقلنا هناخد ايه بقى مزعل لا نقوم نشتغل كده ونشوف مصلحتنا هي دي بقى ايه النجاح دوت اللي ايه اي حد مدايقك اشتغلي كده ونجحي عشان ايه ده اللي هيدايقهم بعد كده بقى هنسيب الكمية ايه ترتاح عشر دقايق برضو عايزة بقى الفطيرة نشفة ومقرمشة قوي تفريدي ايه عالاخر يعني اجيبها كده وتفريدها عالاخر دي المرحلة الاخيرة تفريدها خلص كده عالاخر عايزاها ايه يعني مقرمشة من جوة وطرية من بره تخطى واحدة بس عليها طبعا هنجيب زيت بقى سخنة عالنار ونقلب في ايه ونحط الفطيرة فيه ونرش يعني ونرش عليها كده بالمعلقة زيت من فوق عشان ايه تقب كده وتعلى طبعا شوف شكلها في الزيت جميلة والله مش فطير ده بقى لاوة شوفتوا بترفخ معنا ازاي زي الرغيف العائش تجيب بقى بالمعلقة كده بس طبعا معلقة كونستلس عشان ايه السلكون يعني ما بتحملش درجة الحرارة دي وهكذا بقى الحد ما تخلص الكمية كلها عايزة تحشيها اي حشوة في مرحلة التطبيق احشيها بس انا قلت ايه اعملها اتصادية اصلا ولا حشوة بقى ولا اي حاجة هي كده طبعا الكمية كلها بقى هنخلصها بالشكل ده تفريدي تفريدي بس انا فريدتها قوي عشان ايه بنحبها مقرمشة انت بقى ما تفريدهاش قوي يعني ضغطة واحدة عليها لو عايزها بالشكل اللي شفتي ايه في اول الفيديو اللي هي راقات من جوه ما قرمشة من برا دي بقى يعني ايه في راقات من جوه بس كلها مقرمشة اللي هي بالشكل اللي انتو شايفينه ده حطت بقى بالعسل وبالسكر ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش حانونة في اللايك وقلولي عجبتكو ولا لا وطبعا كنت بقولها بقى بالجبنة كده القديمة وده السادة وده المسكر طبعا ده اللي مفروض قوي قوي وده بقى اللي انا ضغطت عليها ضغطة واحدة في المرحلة الاخيرة بعد ما تطويها والسباها ترتاح تضغط ضغطة واحدة قبل التحمير بتبقى بقى طبقاتها طرية كده من جوه ومقرمشها من برا شوفوا الجمال ولو عجبكم الفيديو بتنسوش اللايك واشوفكم الفيديو جديد ان شاء الله وباي باي